السلام عليكم ورحمة الله أهلا ومرحب بكم هتكلم عن عصر بنات الأهرام ومعلومات عن عصر الدولة المصرية القديمة وقبل ما أبدأ ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل الفيديوهات الجديدة لو عجبكم الفيديو ده ما تنسوش تعمله شير ولايك أهلا بكم مرة تانية عصر بنات الأهرام ومعلومات عن عصر الدولة المصرية القديمة هذه الدولة التي تتكون من الأسرات الأولى حتى السادسة تم في العصر ده بناء أهم الأهرامات المصرية بنى المصريين القدماء الأهرامات بسبب اعتقادهم في الحياة الأبدية وعشان كده هم بنوا الأهرامات كمقابر ليهم ووضعوا في داخلها ما يلزمهم من ملبس ومأكل ومشرب وكل اللي كانوا بيحتاجوه في الحياة الأخرى وكانوا بيعتقدوا أنه هم هيحيوا مرة أخرى بعد الموت ويعيشوا حياة الأبدية وهيستخدموا الأشياء اللي وضعوها في الهرام مع الموميا هيستخدموا الحاجات دي مرة تانية في حياتهم في العالم الآخر لأن الهرام كان بنسبة له معبارة عن قبر الحضارة المصرية إذن حضارة عظيمة تركت لنا مباني لمسيل لها ومعتقادات دينية جميلة وظهرت في التاريخ المصري القديم مع بداية عصر الأسرات ظهرت الكتابة المصرية القديمة الكتابة المصرية اللي تكتبت في بداية الأمر بالخط الهيروغريفي أي الخط المقدس ومن الخط ده ظهر خط اتعرف باسم الخط الهيراتيكي أي خط الكهنة يعني كهنة المصريين القدماء كان لهم خط ليهم لوحدهم بيكتبوا البعض بيه الخط ده اسمه الخط الهيراتيقي أي الخط الكهنوتي وبعد كده ظهر خط التالت الخط التالت ده اسمه الخط الديموتيقي ومعناه الخط الشعبي يعني معنى كده أن المصريين القدماء كان عندهم ثلاث خطوط الخط المقدس أو الهيروغريفي والخط الهيراتيكي اللي هو خط الكهنة والخط الديموتيقي يعني الخط الشعبي الخط الهيروغريفي كان جميل جدا لأنه عبارة عن رسومات لحيوانات وتيور وأشكال مختلفة وأشياء جميلة ومن الأهرامات موجود هرم خوفه بالجيزة وهو بيعتبر العجيبة الوحيدة الباقية من عجائب الدنيا السبع القديمة يعني إيه الكلام ده الكلام ده معناه أنه كان فيه سبع عجائب قديمة اتدمروا منهم ستة ولم يعد موجود من عجائب الدنيا القديمة غير العجيبة الوحيدة الباقية هو هرم خوفه في الجيزة وعشان كده بيعتبر حلم أي إنسان في العالم أنه يروح منطقة الجيزة ويشوف الأهرامات هناك اللي هو خاصة هرم خوفه العجيبة الوحيدة الباقية من عجائب الدنيا السبع القديمة وهرم خفرع وهرم منكورع أو بنسميه إحنا هرم منكرع يعني موجود في الجيزة هرم خوفه وخفرع ومنكرع الأهرامات دي عمرها حوالي خمس تلاف سنة كان الملك المصري القديم مقدس وكان المصريين القدماء بيبجلوه وبيحترموه جدا ولكن ما كانش الملك المصري القديم هو الواحده اللي بيدير شؤون البلاد يعني مش هو الواحده اللي كان بيحقم مصر كان ليه مساعدين المساعدين بتوعه هم الوزراء والمستشارين والكاهنة ورجال الدين والبنائين والعمال اللي بنوا الأهرامات والمقابر المصرية القديمة وقبل بناء الأهرامات كان المصريين القدماء بيدفنوا موتاهم في مقابر على شكل مصاطب وأول هرام تم بناء أو تبنى أول هرام تبنى في مصر أيام حكم الأسرة الثالثة الدولة المصرية القديمة هو هرام الملك زوسر المدرك في سقرة اللي صممه المهندس العبقري أم حتب أم حتب ده كان طبيب وكاتب وكاهن ومهندس وهذا الرجل العبقري أم حتب عاش أيام حكم الملك زوسر من الأسرة الثالثة الدولة القديمة وهو اللي بنى ليه أو صمم هرام زوسر المدرك في سقرة منطقة الأهرامات بالجيزة القريبة من مدينة القاهرة العاصمة المصرية حاليا موجود تمثال كبير يعني إيه كلام ده في الجيزة بالقرب من أهرامات خوف وخفرة ومنكرى موجود تمثال ضخم اسمه تمثال أبو الهول هذا التمثال ليه جسم أسد ورأس إنسان والتمثال ده بيمثل الملك خفرة باني الهرام التاني بالجيزة جسم أسد يعني معناها القوة قوة الملك ظهرت على شكل جسم أسد في تمثال أبو الهول أما رأس الإنسان في أبو الهول فمعناها الزكاء والحكمة اللي كان بيتميز به من ملك خفرة صاحب تمثال أبو الهول في الجيزة اتبنت الأهرامات من الحجر الجيري وكان مغطاة بكسوة من الحجر يعني الأهرامات كان لها كسوة خارجية ولكن مع مرور الزمن سقطت الكسوة الخارجية للهرم مع ذلك بنلاقي بقايا للكسوة الخارجية ما زالت موجودة في هرم خفرة وهو الهرم الثاني في الجيزة وأشهر ملوك الدولة المصرية القديمة هو الملك زوسر اللي بنى لي العبقري أم حكب في سقارة الهرم المدرج يعني زوسر هو صاحب الهرم المدرج في سقارة وكمان الملك سنفرو صاحب الهرمين الموجودين في ضحشور الهرمين الموجودين في ضحشور للملك سنفرو اسمهم الهرم المنحني أو الهرم المنكسر والهرم الأحمر وهو أول هرم كامل في تاريخ مصر القديم الملك يعني أعيز أقول إن الملك سنفرو هو مؤسس الأسرة الرابعة أيام الدولة القديمة والملك سنفرو هو أبو الملك الشهير خوفه صاحب الهرم الأكبر في الجيزة وطبعا زي ما احنا عارفين إنه كانوا ملوك عظام اللي بنوا الأهرمات في الجيزة هو خوفه وخفره ومنكوره أو منكره وكمان من ملوك الدولة القديمة الملك أوسر كاف اللي ليه هرم في سقارة موجود بالقرب من الهرم المدرج بتاع الملك زوسر الملك أوسر كاف ده هو مؤسس الأسرة الخامسة الدولة المصرية القديمة وعايز أقول إن الملك أوسر كاف هو اللي أمر ببناء معابد المعابد دي ملهاش سقف وكانت بتسمى معابد الشمس لأنه كان هو وأولاده وأسرته والناس اللي بيعبدوا الشمس كإله كانوا بيقفوا في داخل معابد الشمس وبيعبدوا الإله رع اللي هو إله الشمس فكانوا الناس دولت بيقفوا جوه معابد الشمس وبيستمتقوا بحرارة الشمس الجميلة الدفئة وبيتعبدوا لإله رع إله الشمس أكيد طبعا يا جماعة إن الدولة المصرية القديمة كان دولة عظيمة لأن طبعا في عصر الدولة المصرية القديمة تم بناء الأهرامات المصرية الشهيرة وكان العصر دولة عصر فن وإعمارة لا مسيل له في العالم حتى الآن يا سلام على دي أيام عظيمة أيام تخلينا فخورين ببلدنا مصر وبتاريخها العظيم بنصحكم تزوروا مع أطفالكم الأهرامات المصرية القديمة في منطقة الجيزة وفي سقارة وفي دهشور ومنطقة كمان اسمها أبو سير اللي هي بتوصل أو موجودة على الطريق المؤدي من أهرامات الجيزة إلى سقارة موجود ثلاث أهرامات جمال قوي من أيام عصر الأسرة الخمسة اللي هما بيسمى ملوك الشمس لحد ما بتوصلوا من أبو سير لمنطقة سقارة اللي كان بيدفن فيها المصريين القدماء من أيام الدولة المصرية القديمة من الأسرات واحد لحد الأسرة ستة وبتوصلوا منها أو بالقرب من سقارة حوالي اثنين أو ثلاثة كيلو بتلاقوا منطقة اسمها متراهين اللي كانت معروفة قديما باسم منفى أو منفس وهي كانت أول عاصمة لمصر أيام الدولة المصرية القديمة طبعاً احنا عارفين اللي وحد القطرين القطر الشمالي والقطر الجنوبي أو الوجه البحري والوجه القبلي كان اسمه الملك نعار مرمينة موحد القطرين وهو اللي أنشأ العاصمة منث أو منفس في المنطقة اللي معروفة دلوقتي باسم ميتراهينة الموجودة بالقرب من سقارة أو سقارة اسم سقارة اللي هي منطقة المدافن أو المقابر والهرم المدرج بتاع زوصر هذه المنطقة سقارة اسمها متاخد من اسم الإله المصري القديم سكر وسكر معناها إله الموتى عشان كده بنقول سقارة أو سكر هي منطقة المقابر الأريبة من ميتراهينة اللي هي كانت العاصمة المصرية القديمة منث أو منفس شكراً لكم دي كانت بعض المعلومات عن عصر بنات الأهرام وبعض المعلومات عن الدولة المصرية القديمة ترجمة نانسي قنقر